اشتركوا في القناة والنهضة بفضل القيادة الحكيمة لجلالة عاهل المفدى حفظه الله ورعاه وجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مثمنا رؤى وتوجيهات سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة موضحنا بأن ما يقوم به المجلس من مشاريع ومبادرات جعلته نموذجا رائدا للعمل المؤسسي في مجال دعم تقدم المرأة على المستوى العربي والإقليمي معربا عن سعادته لمقابلة أول سيدة عربية تتولى منصب رئيس مجلس تشريعي من جانبها أكدت معالي رئيسة مجلس النواب على عمق العلاقات البحرينية المصرية مثمنة دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي